السلام عليكم كلي يوم في أخبار جديدة حوالين حرب روسيا أوكرانيا بس هي المقالة اللي معنا عرضة مقالة تحليلية نزلة في فارن بارسي والمقالة دي بتتساءل هو لحد إمتى الرئيس الأمريكي هيبضل يدعم أوكرانيا وهل ممكن يبقى في حاجة تأدي إن الرئيس الأمريكي يسحب دعم الأوكرانيا ولا لأ الراجل ده هيدعم أوكرانيا لنهاية ده سؤال تاني سؤال هو ليه الرئيس الفرنسي مانور مكرا رايح الصين ومفروض أورسلا فاندرلين هتروح هي كمان الصين ليه دي رئيسة المفاوضة الأوروبية ليه تروح الصين وهي الزيارة دي زيارة غريبة والمقالة بتفسر لك حياة كتير قوي ممكن تشوفها في حرب روسيا أوكرانيا بس من منظور تحليلي مش إخباري مع فكرة المقالة دي كتبها اتنين كتاب بس عشان أقول لك تفاصيلها والكلام الخطير الناس دي قالتوا حوالين الدعم الأمريكي الأوكرانيا لازم أقول لك الكصة من الأول عندما ندعم أوكرانيا فنحن ندعم أوروبا بأكملها وندعم كذلك حلف الناتو تحذيرات جديدة من بكين لواشنطن محورها الزيارة المرتقبة لرئيسة تايوان ساي إنغوين إلى الولايات المتحدة يوم الأربعة الصين تخاطب في هذا الصدد بلهجة صارمة رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي وصل الرئيس الفرنسي مانيويل مكرون إلى بكين لزيارة دولة تستمره ثلاثة أيام لإجراء محادثات مع نظري الناس قبل قصف الموضوع قبل قصف لك التفاصيل خلينا أقول لك إن إحنا معنا راعي قوي جداً ومحترم جداً وهو باترهاوس بحيئة باترهاوس موجودين عند مدينة الجلالة مدينة من الجيل الرابع لها مستقبل باهر مدينة دي بالفعل شكالة وأعوز أقول لحركة إنها كاملة تماماً جاهزة على الساكت كمان المدينة دي موجود فيها منتجع اسمه فيدالة تابع لباترهاوس منتجع ده مميز جداً على ارتفاع سبابة مية وخمسين فوق سطح البحر هي منتجع مبنية على مساحة ١٨٪ فقط فقط من ٥٦ فبدالة وهتلاقي بقى المساحات بقى موجود فيها خدمات يعني لالسكيب بحرات حمامات سباحة خدمات بيوتي سنتر جولف اللي عاوز تلعب جولف واي فاي سنتر دراي كلين هاوس كيپنج بص كل الخدمات موجودة هناك في منتجع بيديالة وأحسن حاجة موجودة في المنتجع ده إن هو أصلاً مبني والحقيقة العرض اللي معاني النهاردة بيستو بقى إن احنا بنتكلم مع الفلات عندهم فيلات مميزة جداً كامل التشطيب وعلى الطراز العربي الأسباني وهناك برضو فيه شريهات لو حد عاوز وحدات أصغر كمان والشريهات دي ممكن تبدأ من 65 متر فما فوق وعندك بقى كل المساحات متوفرة الجديد اللي معاني النهاردة إن بمناسبة شهر رمضان مدت لك عرض 25% طول الشهر اللي هو إيه اللي هو إن انت ممكن تدفع 25% مقدم وتاخد خصم 25% على جميع الأقصاد اللي عليك فترة السادات هتوصل لحد 5 سجين أهم حاجة عاوز طمانك عليها إن منتجع نسبة البناء فيه وصلت 70% ولو عاوز تبص على وحداتك بنفسك الشركة هتوفر لك تسكيلة طيران مجانية عشان تيجي وبص وتعاين وحداتك بالفعل بص حضرتك منتجع فيدالة وشركة بيترهاوس المضمونة جدا واللي تاريخها معروف وحسيب لحضرتك للرابط بتاعهم أسفل الفيديو ولو حابب تتواصل معاهم نخش في الموضوع لطول نخش في الموضوع لطول إيه جديد لما عن النهاردة ممكن يكون مختلف بالنسبة لحضرتك الحياة مقالة نزلت في فورن بوليسي يوم 3 إبريل الحياة مقالة دي مهمة جدا وبتتساءل إلى متى يظل الدعم الأمريكي لأوكرانيا الحياة بداية المقالة بتقولك على فكرة الرئيس الأمريكي في كمة نيتو السنة اللي فات قال كلمة مهمة جدا قال إحنا هنظل ندعم خلافاتنا وندعم أوكرانيا بمعنى عارف يعني مهما كلف القامل أو لحد النهاية معاكلة الآخر مش هنطراجع عبدا الحياة الكلمة دي ما كانتش كلمة بتقال من رئيس أمريكي ده بيحدد فيها السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا وأن الحرب دي مهما استمرت لعدة السنوات هتظل أمريكا تدعم أوكرانيا لنهاية وحتدعم أوروبا وتحافظ على قل أوروبا والحياة كنتاب بيقول خلي بالك جو بايدن من ساعة ما دخل البيت الابيض وهو النهج بتاعه ونهج كويس جدا تجاه نيتو وتجاه أوروبا والراجل عاوز يثبت إن الإقدارة أمريكية الحالية مختلفة في دعمها لأوروبا غير أي إقدارة تانية وبالفعل لو جيت تبص هتلاقي أمريكا حاليا بتدعم أوروبا وأوكرانيا بمبالغ كبيرة جدا يعني لو جيت تبص على الأرقام هتلاقي 33 مليار دولار دعم عسكري فقط لأوكرانيا والبي بي سي بتتكلم على 46 دعم عسكري لأوكرانيا بس في الآخر دي مبالغ أمريكا عمرها ما كان بتصرفها في حرب هي مش بتشارك فيها خد بالك بس من النقطة دي أمريكا لحد دلوقتي ما بتشاركش في حرب أوكرانيا وصرفت 46 مليار دولار مساعدات عسكري فقط فده يوريك قد إيه أمريكا ملتزمة بأمن حلف الناتو وملتزمة بدعم أوكرانيا النهائي بس الكتاب بيتساءلوا ولك خلي بالك ممكن يحصل استنزاف للتركيز الأمريكي تجاه أوكرانيا ليه؟ لأن لو خدت بالك الأمور في أمريكا بتتطور بشكل كبير إزاي؟ السنة اللي فاتت لو جه بأغلبية جمهورية جمهوريين معاديين لمساعدات الأوكرانيا رغم كده مساعدات استمرت الأوكرانيا صح؟ بس ده ما يمنعش إن الكونجرس بقى عامل مهم جدا وإن أي فاتورة دعم للجيش الأوكرانيا عدت عن الكونجرس هترفض ربلا بس بحية دي ليه؟ لأن تصريحات الحزب الجمهوري واضحة جدا إن هما رفضين الحرب في أوكرانيا وشايفين إن أمريكا بتقدم أكتر من لازم للجانب الأوكرانيا حتى لو في بعض من الحزب الجمهوري مؤيدين الحرب دي بس الأغلبية مش مؤيدين لها خاصة المتطرفين أو الجزء المتطرف من الحزب الجمهوري مش مبسوط من دعم ده فأنت دلوقتي عندك الكونجرس مش معادي صح؟ طيب نبص بقى إن جو بايدن مش حيركز فقط على أوكرانيا لأ الفترة القادمة دي حيركز على انتخابات الرئاسة الأمريكية لأن المفروض هيبتدي حملة للترشح هيبتدي يتكلم طب الراجل ده لما يتكلم هل هيجي يقول يا جماعة احنا هنفضل ندعم أوكرانيا لنهائي أو هيقول في أي خطاباته عمره ليه؟ خلي بالك في غضب في الشارع الأمريكي يتجاه الدعم الأمريكا الأوكرانيا فجو بايدن صحيح قال الكلمة دي السنة اللي فاتت بس السنة دي هو مش هيقولها في أي حملة ترشح مش هيقول الكلمة دي ومش هيقول احنا هنظل ندعم أوكرانيا لنهائي ده حاجة تاني حاجة بص على اللي نازلين وصاد جو بايدن سواء دونالد ترامب بيقول يجب الحرب دي أنت تتوقف وامريكا ما يفعش تدعم أوكرانيا يا راس وانا الدونال 24 ساعة وقف لوك الحرب دي وبص على دي سانتس اللي هو حاكم فلوريدا المفروض ان هو تاني اقف واحد في الحزب الجمهوري لو ترشح في الانتخابات القادمة هيكون قوي جدا ومنافس قوي جدا لدونالد ترامب الراجل بيقول بيقولك احنا ماينفعش ندي شيك على بياطل زينزي وده نفس الكلام اللي قالوا رئيس مجلس النواب كابين مكارتي فالكونجلس ههو مش مع الحرب مرشحي الرئاسة الامريكية مش مع الحرب والاكتر من كده ان الجيش الامريكي نفسه عنده مشكلة والبنتجر عنده مشكلة ليه يا جماعة مخزونات التسليح فيها مشكلة كبيرة جدا فالتلات حاجات دول يؤدوا ان امريكا ممكن ما تركزها مع اوكرانيا السنة القادمة 24 او بنهاية العام ده حيث تركيز الامريكي ينصب على الانتخابات الامريكية صح؟ الحاجة التانية ان جو بايدل حيبتدي يركز على الاقتصاد الامريكي اكتر مهر راجعه استرشح فلازم ان هو يركز على مشاكله الداخلية اكتر واكيد مشاكله الداخلية دي حتأثر عدعم اوكرانيا فده سبب تاني ان يتم استنزاف التركيز الامريكي في حرب اوكرانيا ماشي؟ طب السبب التالت وده الاهم الصين خلي بالك ان عدو امريكا الاول هو الصين وده اللي بيتقال في الكونجرس ده اللي بيتقال او حيتقال في انتخابات الرئاسة الامريكية ان يجب ان احنا نوقف الصين عند حدها وان في حرب بردة اولادي شغالة بين امريكا والصين يجب على الامريكيان التركيز عليها وزي هيدعمه تايوان والكلام ده كل فالصين هتاخد جزء كبير من تركيز امريكا وامريكا دلوقتي اختصل لمرحلة بنهاية السنة دي هتبته تشوف هل الاستمرار في دعم اوكرانيا ولا ان احنا نجب ان احنا ندعم تايوان مثلا خاصة ان انت بتتكلم ان رئيس تايوان المفروض هتلطقي بكرة كابين مكارتي رئيس مجلس النواب الامريكي في امريكا ده عداء تجاه الصين انت بتتكلم ان امريكا كلها مجهولة بالصين اكتر لروسيا اوكرانيا فده استنزاف للفكر الامريكي برضو وده ممكن يؤدي ان هو يؤثر على الدعم الاوكرانيا الصين تعارض بشدة مشاركة الولايات المتحدة في تنظيم عبور تسي انجوين على ترابها ولقائها مع رئيس مجلس النواب كيفين مكارتي ثالث اعلى مسؤولين امريكي هذا يعد انتهاكا خطيرا لمبدأ الصين الواحدة ومسا بالسيادة والوحدة الترابية للصين الاتطر مخزونات التسليح اللي انا كلمت حضرتك عليها بتاعة البانتاجون وزارة الدفاع الامريكية دلوقتي متأثرة في دعم تايوان وبحسب البانتاجون فانه الحرب في اوكرانيا القت بالاضرار بمخزون الجيش هالامر الذي جعل وزارة الدفاع تسعى لانتاج 75 الف طلقة شهرية او شهريا بحرور العام 2025 عفكرة البانتاجون عاوز يبعط اسلحة لتايوان من يونان بيقول لي يبعطي اسلحة لتايوان انت فين قالك مخزونات التسليح عندي فيها مشكلة انا حابع الطائرات الجانب التايواني بس مش عارف يدعم تايوان زي الاول نتيجة لاستنزاف الزخيرة بتاعته واستنزاف مخزوناته في اوكرانيا الاسباب دي كلها تؤدي ان امريكا بالفعل مع الوقت ممكن ما تلتزمش بكلمة خلاص وعلى فكرة اسباب منطقية جدا صح بس مين اللي شايف الكلام ده كله بيرقبه عن كثب مش روسيا فقط اوروبا بتشوف في المشهد ده بتقولك لأ ده الرئيس الامريكي ممكن ما يلتزمش بكلام وبرغم ان احنا وبسطين جدا من الدعم اللي موجود لاوروبا وامن اوروبا ودعم اوكرانيا عسكريا بس الحرب بدون امريكا هيبقى فيه خطر كبير جدا ما قد ان الاوروبيين تلوقتي عاوزين يعزفوا لح مختلف عن الادار امريكاي ازاي التقرب من الصين لو جيت تبص حتلاقي مثلا مصرر الالماني اولاف تولز راح بوافد تجاري للصين وعادي تكلم ع الرئيس الصيني والتجارة ومش تجارة بيننا وكان ده كله طيب بص على رئيس الوزراء اسبانيا الراجل راح الصين طيب بص بقى النهاردة على ايمانوال ماكرون اللي هوصل للصين بالفعل وانت بتتكلم رئيسة المفوضاء الاوروبية هتصل للصين الكلام اللي طالع ان الاربيين عاوزين يجدوا سبيل مع الصين انها تقنع روسيا بوقف الحرب ان هما شايفين ان مع الوقت امريكا ممكن تبقاها فضهرهم للحيط وشايفين ان الصين ممكن يبقى عندها الحل باي شكل والحل ده ممكن ما يبقاش فقط خط سلام لأ ان الصين ما تبعتش اسلحة الروسية ده ممكن يبقى حل تاني خلاص فهم عاوزين يضغطوا على الصين دلوقت يبقى اي شكل مش واسقين في امريكا زي الاول وشايفين الوقت مش مع الامريكان واكد مكرو ايضا في كلمة له امام الجولية الفرنسية في بكين ان الصين يمكن ان تلعب دورا اساسيا في الحرب الاوكرانية نظرا لعلاقتها الوثيقة بروسيا بس الكتاب هنا بيقول لك بيقول لك هل لي بقى لك امريكا مش هتتخلى عن اوكرانيا في القريب العاجل زي ما انت فاهم خالص ليه لان امريكا دلوقتي ابتدت تنظر ان ملف تايوان او حرب الصين مبنية اصلا على ملف اوكرانيا وما ينفعش امريكا تنهزم في حرب اوكرانيا دي باي شكل من الاشكال لانها لو تهزمت هيبقى دا عنصر من عناصر التشجيع للصين انها تنهز تايوان دا يعمل روسيا هزمت الغرب في اوكرانيا صح فامريكا دلوقتي بص ملف تايوان هو ملف تكميلي او ملف مبني على ملف اوكرانيا مش ملف مفاصل فيجب انها تحارب في النهاية في اوكرانيا بس الحرب للنهاية في اوكرانيا دي بين الناتو وبين روسيا يجب ان يكون فيها خط احمر واضح جدا وهو ايه عدم الصدام المباشر ليه لان الناتو شايف ان هو لو اصطدم بروسيا صدام مباشر هيأثر على استعداده في ملف تايوان يعني بقى لك ملف تايوان دا هو حرب مباشرة بين امريكا والصين خص مينفعش امريكا تخش حرب مباشرة مع روسيا وبعدك تخش حرب مباشرة مع الصين لأ هي اللي هي بتعمله دا كويس جدا ان هي بتحارب حرب بيد الجنود الاوكرانيين وبيتم قتل الجنود الاوكرانيين بس هي بتدعمهم بشكل مباشر انها ما بتخشش في الحرب دي بنفسها وانيتو بيخش في الحرب دي بنفسها وانيتو دلوقتي بيستعب لحرب تايوان في اوكرانيا والنهاردة راديو اووروبا تلقى صرب حاجة خطيرة جدا بيقولك على فكرة في مشاركة للتكتيك العسكري بين روسيا وبين الصين دي على فكرة تسريبات الصينيين والروس بيشاركوا بعض التكتيكات العسكرية في حرب اوكرانيا على طول وعفكرة هم بيتكلموا ان المشاركة دي كانت مبنية من سنين بس دلوقتي بيتكلموا ان الروس بيطلعوا الجانب الصيني على احدى التكتيكات اللي استخدموها في اوكرانيا واللي اشتغلت معاهم والصينيين بيستفيدوا منها وبيعودوا لتشاوره ايه اللي ينفع في الحرب و ايه اللي ما ينفعش وراديو اوروبا المفروض ان هو اطلع على عدة اجتماعات حصلت زي دي بين الجانب الروسي والجانب الصيني من سنين و لحد دلوقتي فدي حاجة مهمة جدا واتفهمك ليه نيتو مش عاوز يصطدم بروسيا بشكل مباشر بقور ليه اوروبا بتقرب من الصين دلوقتي لان هو مش مسكين في الامريكان خلاص والاهم ليه الرئيس الصيني ما يكلمش زيلنسكي بحي يه الرئيس الصيني مكلمش زيلنسكي هو للضغط علي اوروبا زي ما اوروبا عمالتي تيجي للجانب الصيني عشان يضغط على روسيا ويضغط علي بوتين زي ما الصين عاوز اوروبا تضغط على زيلنسكي انها توقف الحرب شفت ami هناك اوروبا شايفها وجهة نظر والصين شايفها وجهة نظر اخر والاتنين على فكرة نفس الهدف هي يقف الحرب بس الصين يتولي겠지만 اوروبا يقف الحرب من عندك وأوروبا بتقول للصين واقف الحرب من عندك مش لقين أرضايا مشترك وخلي بقى لك اللي اجتماعات بين أوروبا والصين بتتم على مستوى الرؤساء مش المندوبية الرؤساء هما بيجوا يتكلموا مع الرئيس الصيني شي وتاني الرئيس الصيني ما اتصادش بزيلنسكي لحد دلوقتي برغم إن زيلنسكي تلع قال أنا عاوز أكلم الرئيس الصيني في الأخير يا رب تكونش راحة الحضورة لكن موضوع بشكل مبسط دي مقالة بس تحليلية كده تفهم بها الوضع مش زي في روسيا أوكرانيا يا رب تكون فادتك ويا رب نصر مصر يا رب ويا رب نصر العرب تحية مصر السلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا محروصة بسيف شاطر وصف حارس عليك يا مين ومن فوق السماء السابع حميك يا رب العالمين